صباح الفل عليكم شباب وشابات سنوية عامة معكم ترينر جورجو صبحي مؤسس كورسات perfect english لكورسات اللغة الانجليزية صباح الجمال عليكم يا اجمل شباب في الدنيا اتمنى تكونوا خير معكم ترينر جورجو صبحي مؤسس كورسات perfect english لكورسات اللغة الانجليزية زي ما كنا متعودين مع بعض احنا اتفاقنا ان احنا هناخد مجموعة sections وكل sections هيكون في مجموعة محاضرات تتخدم على الجزئيات الخاصة بالمنهج بتاعكم النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض محاضرة رقم 12 من كورسة translation هناخد عشر جمل في السريع كده كوباية الشاي ويلا بينا نبتدي زي ما احنا متعودين يا شباب احنا بيكون عندنا translate into english و translate into Arabic الجملة اللي بيبقى translate into english بيجي لنا جملة بالعربي وفيها اربع اختيارات بنقرى الجملة مرتين ومحتاجين ان احنا نطلع غلطة في كل جملة من 3 جمل الجملة اللي ما فيهاش غلطات يبقى هي دي الجملة الصحيحة تمام طيب جملة رقم 1 بتقول ايه شهد العصر الحالي ثورة هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والانترنت نقراها مرة كمان شهد العصر الحالي ثورة هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والانترنت تعالوا نشوف الاربع اختيارات الاختيار الاول بيقول ايه modern age has witnessed a minute revolution خلي بالكم هي دي مش منت دي ماينوت اوكي ماينوت يعني ايه ماينوت يعني very small اوكي فلما اقول ثورة هائلة مش هي ماينوت revolution لان ماينوت معناها very small يعني صغير تمام فيبقى دي مش مظبوطة طيب modern age has witnessed a huge revolution in the field of information technological and the internet خلي بالكم technological دي adjective المفروض ان انا اقول information technology فيبقى technological incorrect طب تعالوا نشوف c modern age has witnessed a huge revolution in the field of information technology and the internet دي يبدو انها اجابة صحيحة ولكن عشان نتأكد لازم نقرأ الاختيار الرابع modern age has witnessed a huge starvation starvation يعني مجاعة دي ناون معناها مجاعة فطبعا هو بيقول هنا ثورة اللي هي revolution مش starvation فيبقى دي غلط يبقى الاختيار الصحيح هو c modern age has witnessed a huge revolution in the field of information technology and the internet تمام تعالوا ناخدوا جملة اللي وراها جملة رقم اتنين بتقول ايه كلنا مسؤولون في الدفاع عن هذا الوطن والتصدي للارهاب نقرأها مرة كمان كلنا مسؤولون في الدفاع عن هذا الوطن والتصدي للارهاب طب تعالوا نشوف الاربع اختيارات we are all responsible for defend بعد for بحط فيرب ing فيبقى defend هنا غلط انا مش محتاجة اعرضكم لكلها يعني انا لو طلعت غلطة واحدة الموضوع خلص خلص طيب we are all responsible for defending our country and confront terrorism خليبالكم responsible for دي مسمعي لي في defending ومسمعي لي في confront فما ينفعش اقول هنا defending ING واجه هنا اقول confront يعني يواجه انا عايز اقول مواجهة يعني انا عايزها confronting فدي كمان غلط طيب we are all responsible for defending our country and confronting terrorism دي اجابة صحيحة ولكن عشان نتأكد لازم نشوف الاختيار الرابع we are all sensible for sensible يعني عقلاني اوكي انما responsible يعني مسؤول عن طبعا دي غلط يبقى الاجابة الصحيحة هي c we are all responsible for defending our country and confronting terrorism تمام تعالوا نشوف الاختيار اللي ورا الجملة اللي ورا بتقول ايه نعيش اليوم في عصر ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مرة كمان نعيش اليوم في عصر ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاختيار الاول بيقول ايه we live now at the age of informational technology طيب informational the adjective ثورة المعلومات اسمها information technology مش informational الال دي غلط اوكي طيب we live now in the age of information technological نفس الفكرة technological the adjective انا عايزها نقول فديه غلط الال دي غلط اوكي يعني انا عايزها technology مش technological فديه incorrect برضو لان دي كده adjective وانا بقول information technology لا informational technology ولا information technological اللي اتنين غلط طيب تعالوا نشوف c we live now in the age of information technology and the internet conclusion هي تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا معناها conclusion هل ثورة الانترنت او ثورة الاتصالات ثورة ثورة اسمها conclusion conclusion يعني ملخص زي لما بتجي تكتب stay وبتجي في اخر باريجراف تكتب in conclusion اوكي اللي هي الخاتمة يعني فانعايز ثورة طيب نشوف الاختيار الرابع we live now in the age of information technology and the internet revolution ثورة المعلومات وثورة الانترنت دي اجابة صحيحة تمام تعالوا ناخد الجملة اللي وراها جملة رقم اربعة بتقول ايه ان الجنود المصريون هم خير اجناد الارض نقراها مرة كمان ان الجنود المصريون هم خير اجناد الارض تعالوا نشوف الاربع اختيارات Egyptian soldiers are the best soldiers on earth يبدون دي اجابة صحيحة بس علشان نتأكد نشوف التلات جملة التانية Egyptian soldiers خلي بالكم sold جت يعني لما اقول sell والماضي بتاعها sold فطبعا هي دي already غلط لانها مفهاش ال i e r يعني ال i دي مش موجودة فحاولتها لي كلمة تانية خالص sell يعني يبيع والماضي بتاعها sold وحط لها e r وبعد كده جماعها فطبعا دي incorrect طيب Egyptian officers يعني الزباط هو هنا بيقول الجنود جنود مش هي officers وبعد كده بيقول لك officers are the best soldiers on earth officers غلط لان هو بيقول الجنود مش الزباط طب تعالوا نشوف الاختيار الاخير Egyptian soldiers are the best soldiers on ground هو انا لما بكلم على الارض يعني الارض اللي انا بمشي عليها دي اسمها ground انما هلما اقصد ان هم خير اجناد الارض يعني الكرة الارضية كلها مش الارضية اللي انا بمشي عليها تمام فيبقى ground هنا incorrect يبقى الاجابة الصحيحة هي ايه Egyptian soldiers are the best soldiers on earth تمام تعالوا ناخد الجملة اللي وراها جملة رقم خمسة بتقول ايه سوف تنضب تنضب يعني تنتهي يعني تخلص سوف تنضب مصادر الطاقة الغير متجددة يوما ما لذلك يجب علينا ان نحسن استخدامها مرة كمان سوف تنضب مصادر الطاقة الغير متجددة يوما ما اللي هي الطاقة فاصل فيولز يعني الحفريات والبترول والغاز الطبيعي كل ده في يوم هيخلص لانها طاقة غير متجددة لذلك يجب علينا ان نحسن استخدامها تمام تعالوا نشوف ده 4 اختيارات non-renew خلي بالكم non-renew ما بنسميهاش non-renew غير متجدد اسمها non-renewable فدي كده incorrect ماشي طب نشوف الوراء non-renewable energy resources will run up خلي بالكم run up مش هي تنضب او تنتهي اوكي هي المفروض تبقى run out يعني تنتهي زي لما جاول my car ran out of petrol يعني العربية شطابة بنزين البنزين اللي فيها خلص فدي كده incorrect طيب non-renewable energy resources will run out one day comma so we should make the best use of them دي يبدو انها اجابة صحيحة ولكن عشان نتأكد لازم نشوف اخر اختيار non-renewable energy resources will run out one day so we should make the best use of them خلي بالكم هو هنا محطش الكاما دي يعني مفروض يبقى فيه كاما هنا ليه؟ لان انا عندي هنا ده بنسميه independent clues وده بنسميه independent clues مربوط بكما fanboys الكلام ده انا هشرحه بالتفصيل في course skills بس الجملة دي غلط لان انا ببساطة بالبلد يعني عندي فاعل وفعل وفاعل وفعل مربوطين بأداة من غير كاما فدي بنسميها run on sentence لو حضرتك مش فاهم يعني ايه run on sentence تفرج بقى على المحاضرات بتاعة كورس السكيلز وانت تفهم بالتفصيل ولكن الحتة اللي ما عايزك تفهمها دلوقتي فاعل وفاعل 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 ومربوطين بأداة بدون الكاما دي اجابة خاطئة تمام؟ تعالوا ناخد الجملة الوراء جملة رقم 6 بتقول ايه لقد شهدت معظم المدن المصرية تظاهرات سلمية مطالبة بمزيد من الحريات والإصلاح مرة كمان لقد شهدت معظم المدن المصرية تظاهرات سلمية مطالبة بمزيد من الحريات والإصلاح تعالوا نشوف الاربع اختيارات لو حضرتك حاسس ان الجملة طويلة ممكن تأسمها وتمشيها بالراحة واحدة واحدة وتحاول تدور على المستيكس الغلا reject لما تلاقي ثلاث جمل فيهم غلطات وجملة صحيحة يبقى هذه الجملة المزبوطة الاختيار الأول بيقول Most Egyptian cities have witnessed peaceful demonstrations asking for more bondage يعني عبودية يعني دي عكس حرية فطبعاً دي غلط Most Egyptian cities have showed peaceful demonstrations asking for more freedom and changes خلي بالكم شاهدت يعني حصل فيها شو يعني يعرض أو يؤدي تمام فشود هنا incorrect نشوف الاختيارات الثانية Most Egyptian cities have witnessed peacefully demonstrations peacefully the adverb والdemonstrations اللي هي المظاهرات the noun أنا محتاج هنا دي كون adjective يعني peaceful فpeacefully هنا غلط تمام تعالوا نشوف الاختيار الأخير Most Egyptian cities have witnessed peaceful demonstrations asking for more freedom and changes دي الإجابة الصحيحة تمام عندي هنا غلطة هي وغلطة هي وغلطة هي بدي correct answer تعدوا ناخد الجملة اللي بعدها الجملة اللي وراها بتقول ايه تعاني الكثير من الشعوب العربية من الفقر والبطالة والتي تعد أحد الدوافع للقيام بالثورات مرة كمان تعاني الكثير من الشعوب العربية من الفقر والبطالة والتي تعد أحد الدوافع للقيام بالثورات تعالوا نشوف الأربع اختيارات الاختيار الأولاني بيقول هو الدول بقول أربك أربك جديد لها علاقة باللانجوش فطبعاً دي إنكوريك طيب خلينا متفقين أنا بقول باورتي عن الفقر والبطالة دول حكتين إزاي يربط بإز طبعاً دي كده إنكوريكت طيب يبدو ندي إجابة صحيحة ولكن عشان نتأكد لازم نقرأ الاختيار الأخير خلينا متفقين أنا ما بربطش بقامة لما يكون عندي حكتين برضو نفس الغلطة هنا تمام which is نفس الفكرة فدي برضو إنكوريكت يبقى الإجابة الصحيحة هي سي تمام تمام تعالوا ناخد الجملة الوراها جملة رقم تمانية بتقول لتشهد المنطقة العربية مسيرات احتجاجية بسبب ارتفاع الأسعار والبطالة والفقر نقرأها مرة كمان تشهد المنطقة العربية مسيرات احتجاجية بسبب ارتفاع الأسعار والبطالة والفقر نشوف الأربع اختيارات ونحاول نطلع مستيك في ثلاث جمل والجملة الرابعة يبقى هي الصحيحة يبدو أن دي إجابة صحيحة بس عشان نتأكد لازم نقرأ الثلاثة الثانية هو عمل ليه مارشيس كابتل يعني الام دي معمولة كابتل ليه فطبعاً دي إنكوريكت طيب هو هنا بيقول ارتفاع الأسعار يعني لو الحاجة سعرها انخفض الناس هتعمل صورات ليه فطبعاً دي إنكوريكت طيب يعني استثماري أو استثمار فهل هو بيقول مسيرات استثمارية ولا مسيرات احتجاجية فطبعاً دي كمان إنكوريكت يبقى الإجابة الصحيحة إيه تمام؟ تعالوا نأخذ الجملة اللي وراها جملة رقم 9 بتقول ايه لماذا؟ مرة كمان مرة باين تعالوا نشوف الأربع اختيارات هي جملة طويلة بس ممكن نقسمها يعني كارير يعني حياة مهنية هو بيقول رعاية الموهوبين هل رعاية معناها كارير؟ لا طيب نشوف الوراء خلي بالكم save هنا مش save اللي هو آمن لا دي save فدي incorrect طيب نشوف c we should provide a safe environment for people with special needs and care for the talented and provide the educational systems that develop their talents يبدو ندي إجابة صحيحة بس عشان نتأكد لازم نرى آخر اختيار we should provide a safe environment for people with special needs and care for the talented and provide the educational systems that envelop أو envelope envelope يعني ظرف انا عايز develop نما envelope يعني جواب يعني ظرف اللي هو اللي بنحط فيه جواب في envelope طبعا incorrect يبقى الإجابة الصحيحة هي c طب حضرتك وانتا بتتفرج على المحاضرة انت مثلا ما تعرفش كلمة envelope خلاص على طول اكتب بقى التركة دي develop و envelope ويعمل النوت بتاعتك في الكشفول الجميل ونزل الفروقات وشوف المشاكل مش عارف الفرق ما بين save و save انا قلت لك ان save معناها آمن ده adjective انما save ده verb تمام فتنزل الفروقات دي بحيث انه مستحيل هيجي لك نفس الجملة بس ممكن يجي لك نفس التركة تمام يلا ناخد اخر جملة في محاضرة النهاردة جملة رقم 10 الجملة الاخيرة في محاضرة النهاردة ان شاء الله لقد قام الشباب المصري بثورته للمطالبة بحرية الشعب من القهر والظلم نقرأها مرة كمان لقد قام الشباب المصري بثورته للمطالبة بحرية الشعب من القهر والظلم طب تعالوا نشوف الاربع اختيارات مع بعض يا شباب الاختيار الأولاني بيقول The Egyptian youth have hold طب حبايبي هو الفعل أساسا hold والماضي held والماضي التام اللي هو الpost participle held فهل بعد have هحط infinitive طبعا دي إجابة غير صحيح طب تعالوا نشوف بي The Egyptian youth have held their evolution Evolution يعني تطور اللي هو زي نظرية التطور كده إنما revolution يعني ثورة وهو هنا بيقول ثورته فدي incorrect طب تعالوا نشوف C The Egyptian youth have held their revolution to free the Egyptian people from tyranny and dictatorship يبدو ندي إجابة صحيحة ولكن عشان نتأكد لازم نقرأ الاختيار الأخير The Egyptian youth have held their revolution to free the Egyptian people from tyrant tyrant يعني دي adjective يعني ظالم يعني إنما tyranny دي اللي هو الظلم أو القهر فطبعا دي incorrect يبقى الإجابة الصحيحة The Egyptian youth have held their revolution to freeze the Egyptian people from tyranny and the dictatorship تمام؟ وبكده يا شباب نكون خلصنا محاضرة رقم 12 من كورس الترجمة لطلبة السنوية العامة لو حضرتك مهتم إنك تحصل على الكورس كله أو كمان عايز تحضر المراجعات live على زون تقدر تتواصل مع السكرتاريا واتساب على الرقم ده وتحجز مكانك في المراجعات أشوفكم في المحاضرة اللي جاية على كل خير إن شاء الله ربنا يكون معاكم أتمنى يا شباب يكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وما تنسى اشتفاعها للجرس علشان يجيلك نوتوفيكيشن بالفيديوهات اللي جاية اللي هتنزل بشكل دوري إن شاء الله أشوفكم في المحاضرة